بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكم متابعينا الأعزاء من جديد في فيديو ده إن شاء الله نتعرف على موعد مباراة العودة بين الأهل والرجاء في مباراة الإياب من دور الربع النهائي لبطولة دورة أبطال أفريقيا بس في البداية كالعادة ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يخوض الأهل مباراة قوية أمام الرجاء المغربي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دورة أبطال أفريقيا ويلتق الأهل أمام الرجاء في إياب ربع نهائي البطولة القرية والتي ستقام في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب وتمكن الأهل من خطف الفوز أمام الرجاء بنتيجة هدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت ويتأهل الفائز من مباراة الأهل والرجاء لملاقات المتأهل من مباراة الترجي وفاق ستيف الجزائري في دور نصف النهائي من دورة أبطال أفريقيا وبالنسبة لتشكيل الأهل المتوقع بمشاية الله في حرصة المرو محمد الشناوي قلب الدفاع محمد عبد المنعم وأيمن أشرف محمد هاني ومحمود وحيد خط الوسط يتكون من عمرو السلية وحمد فتحي وأليو ديانج في الخط الأمامي كل من بيرستاو محمد مجد أفشا ويقود الهجوم محمد شريف بالنسبة للمبارات الأهل والرجاء تقام المباراة بمشاية الله اليوم الجمعة الموافق 22-04-2022 فيه تمام الساعة 11 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس الساعة 11 منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا ولبنان والأردن والسودان الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية والكويت وقتر الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات بالنسبة لقنوات النقلة للمباراة تزع المباراة على قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطول الدورة بتال افريقيا استنى ان شاء الله توقعتكم لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو ونتمنى لكم ان شاء الله مشاهدة ممتعة مشكركم الحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته